وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن يدعو اللذقية إلى مضاعفة الجهد لزيادة الوارد المائي وتأمين احتياجات المواطنين بهدف الاطلاع على الواقع المائي في محافظة اللذقية وسبل توفير مياه الشرب لعدد من المناطق والقرى العطشة بحث وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن مع المعنيين في مؤسسة المياه والموارد المائية في اللذقية مجمل المشكلات وصعوبات ودع الحسن المعنيين إلى مضاعفة الجهد لزيادة الوارد المائي سواء بزيادة حجم الضخ أو استثمار كل الموارد المائية الموجودة من أبار وينبيع لتلبية احتياجات السكان ولسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف هذه الزيارة الثالثة إلى محافظة اللذقية في كل زيارة نقوم باستعراض ما تم عمله من مشاريع ومن الأمور التي تم بحثها في الزيارة الأولى من حيث الفاقد المائي والجباية والمشاريع الجديدة طبعا هناك بشكل عام تحسن في موضوع الفاقد المائي الذي نسأل عنه كثيرا في كل المناسبات أيضا هناك تحسن نوضوع الجباية استعرضنا بشكل عام الواقع المائي في محافظة اللذقية تم بحث الوضع المشاريع الاستثمارية التي ستقوم مديرية المياه والمحافظة بشكل عام بمناقشته في وزارة مالية وإتقال الدولة قيمة هذه المشاريع خمسة ونصف مليار ليرا زورية بالنسبة لنا كوزارة تمت الموافقة على جميع هذه المشاريع بدوره قال محافظ اللذقية إبراهيم خضر السالم إنه تمت معالجة أزمة المياه التي حدثت الأسبوع الماضي موضوع المياه في محافظة اللذقية متابعة من جميع أفراد الحكومة وعلى رأس سيد رئيس مجزرة ونحن نتابع هذا الموضوع مباشرة والأمور تسير بشكل جيد ومقبول اجتماع طرحت فيه الكثير من العقبات والمشكلات التي يعانيها المواطن في محافظة اللذقية وعلى ضوء ذلك تم تقديم مقترحات واتخاذ قرارات جديدة وتسهيلات من الوزارة لكل المعنيين بالموارد المائية لتأدية واجباتهم على أكمل وجه تجاه المواطن محافظة ديرزور تكرم طلابها الأوائل المتفوقين في امتحانات الشهادات العامة الذين تحدوا الإرهاب